أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج مرايا برنامج الجالية العربية في مدينة تورونتو الكندية والذي يعرض على الكيبل العام في مدينة تورونتو قناة روجرز هذه الحلقة مخصصة لعرض مقاطع من الحفل الكبير والناجح الذي أقامه السيد بسام بتو والذي أحياه الفنانان الكبيران حاتم العراقي ووائل أكفوري هذا الحفل الذي حقق نجاحا واضحا وحضره أكثر من 1500 شخص من جاليتنا المقيمين في مدينة تورونتو والمقيمين في مدن كندية أخرى وقد استهل الحفل بأغنيات للفنانة غادة درباس اوفي يا باي مدام الألب مدام الألب عم يخطؤ مساكن مدام الألب عم يخطؤ مساكن مدام الألب عم يخطؤ مساكن يا باي مدام الألب عم يخطؤ مساكن يا لكني ما روى الدنيا واتغش فينا بس اكاين ما بتسوي من أرض الوطن حفظ اضرار يا ضعي يا ضعي يا لكني سوي يا refuge ويل الحمرة ناشرناق الرماري تقتل ماري لك هناك قولك يا عود الميحان عيوني غيوني المزanı تقتل ماري لك هناك يا väldigt ويل الحمرة ناشرناق الرماري تقتل ماري لك هناك قولك العظيم يحاني غيون غيون الإسلامي تلالي حددا تلالة تلالة هذا البرمجز يتم تحضير من ريال استيجن خالد مرزا والحائز على الجائزة الماسية لأعلى مبيعات في عموم كندا لعام 2012 أعزائي المشاهدين للمرة الثانية يسألني أحد المشاهدين لماذا أقول حلقة وليس حلقة حينما أقدم هذه الحلقات على تلفزيون روجرز في الحقيقة أنا أقول حلقة لأنها حلقة ففي اللغة العربية نقول حلقة تلفزيونية أما حلقة فهي تقال للشيء الحلقي أو لحلقة الخطوبة ومن واجبي أن أقول العبارة كما هي باللغة العربية الصحيحة أو كما تعلمتها لأنها مسؤولية أن نقول العبارة صحيح أن الكثير منا تعود أن يسمعها حلقة تلفزيونية ولكن هذا غير صحيح الصحيح هو حلقة تلفزيونية الآن نعود للبرنامج بعد أن أنهت الفنانة غادة درباس وصلتها الغنائية اعتلى خشبة المسرح الفنان الكبير الأسمر حاتم العراقي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عقل بالرأس ما خلّت فأيّك علّتي علّت عقل بالرأس ما خلّت يوم الهاجرت والله في طرق القصر تشعر وانت مهاجمها شاعر أشوفك وين وين الصفق؟ موسيقى 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 أحبك من زمان موسيقى وخايف حتيها صار سنين كل محسد الخار فيها موسيقى 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 أخذ بك روحي سوحة آه خغت النفس يصعد ما يرد بيه آمن نار بيه وانت شعرك ما يريه خذ شعرك علي ونار طفيه آمن نار بيه وانت شعرك ما يريه خذ شعرك علي ونار طفيه روح رادتك لبست ذياب العيد ورادت نغلى روحك هالسوذيه باسمك حين صاحب لا تروحك بعيد لا تستعجلت من شاك تانيها يرى يد تسافر روح خذها وياك بعدك نورة حتعد من دخل من نغلى ناسي من نغلى ناسي يا روحي كل الصار يا راحك الإصلاح من أغلبنا فقدرت بس شدرت بس أبغل عمّ والله جلت عبرنا أبغل عمّ والله جلت عبرنا جازابي أسترده وألغب يحكي الأمور جازابي أسترده أبغل عمّ الفارقين ما نمكّه أبغل أبغل عمّ من أبل ناسي من أبل ناسي يا روحك اللي صار من أبل ناسي يا روحك اللي صار من أبل ناسي لا تعذبوني لا تعذبوني هل نفتكم بالله لا تعذبوني هل نفتكم بالله لا تعذبوني لا تسالوني لا تسالوني وعند أن عجل بالعين لا تسالوني وعند أن عجل بالعين لا تسالوني مشكلتي ما عنده صوت ما أكتر بلحظة انتظر مشكلتي ما عنده صوت ما أكتر بلحظة انتظر دمعة عيوني آلو عيوني فبحثني بين الناس دمعة عيوني دمعة عيوني بلحظة انتظر من أبل ناسي من أبل ناسي من أبل ناسي يا روحك اللي صار من أبل ناسي يا روحك اللي صار من أبل ناسي غاهم من أبل ناسي من أبل ناسي من أبل ناسي أنت ممت賣 لا تسالوني من أبل ناسي من أبل ناسي موسيقى 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 أعزائي المشاهدين بعد أن أنهى الفنان حاتم العراقي فترته على خشبة المسرح والتي قدم فيها مجموعة من أروع أغنياته التي تفاعل معها الجمهور اعتلى خشبة المسرح الفنان الكبير والكفوري الذي انتظره الجمهور بفارغ الصبر ولكن قبل أن نقدم لكم بعضا من أغنيات الفنان والكفوري أود باسم فجر ميديا أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل الداعمين لهذا الحفل الذين لو لا هم لما تحقق هذا الحفل الكبير ولم اجتمعنا في هذه المناسبة الرائعة وهم وكيل العقارات خالد مرزا ووكيل العقارات بشار محفوظ ورجل الأعمال بسام بتو والمحامي المعروف جوزيف معا زيونة وأيضا وكيل العقارات على يوسف ووكيل العقارات آرا ماركوس وأيضا صاحب شركة موفينغ موفينغ الأخ العزيز مهند شكرا لهم جميعا ونتمنى لهم الموفقية دائما وهم يجمعوننا في هذه المناسبات الرائعة لنفرح ونغني ونرقص سويا الآن عزائي المشاهدين حانة الفقرة الأخيرة والتي سنقدم لكم فيها ما يسمح به الوقت من أغنيات الفنان الكبير و الكفوري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أغنيات اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة